اوكي منبلج السلام عليكم جميعاً كدكو يا اخوانا ان شاء الله بخير اليوم ان شاء الله معنا اول محاضرات الـ R-S Pathology محاضرة خفيفة لطيفة وجخة وبجانة ومتنحطة ليه؟ عالشوارب محاضرة كل ياتا صفحة ونص ما راح نطبع عليها المحاضرة دافية جداً ان شاء الله هز اخوان قبلش بالمحاضرة رازم نحكي بس نوتات على الخفيفة لم احكي R-S Pathology عن مقصود الأمراض في الجهاز التنفسي هز اخوان بيجي بحكي لك ان هناك بعض الأمراض في الجهاز التنفسي التي تمتهي بالـ Heart Failure وتدهي بفشل القلب شايف هاي امراض التنفسي تمتهي بفشل القلب بعطيها المصطلح Core Pormonal فاذا انت قاعد بالعيادات قاعد بالمستشفى ايجاك واحد من دكاترا اللي هناك قال لك دكتور هزا عنده Core Pormonal شانية عنده Core Pormonal يعني عنده مرض رئوي عدى الى فشل في القلب في النهاية تمام يا سلام عليك مصطلح ثاني لازم نعرفه يا اخوان بانه هناك العديد من الامراض الرئوية قد تصاحبها او قد يصاحبها لقدام اشي اسمه وهو موضوع محاضرتنا اليوم ان شاء الله شو الاتليكتسز يا اخوان هذا مصطلح مارا عليكم الفيسيولوجي في هذا السيستم اتليكتسز المقصود فيها Lung Collapse انكماش الرئة فعندي بعض الامراض الرئوية قد تؤدي الى اتليكتسز فبحكي لك الاتليكتسز او Lung Collapse انه موضوع محاضرتنا انه هو انكماش الرئة المقصود فيه Loss of Lung Volume خسران في حجم الرئة اللذي سببه In adequate expansion of airspace اي عدم توسع كافي للأير سبيس او للألفيولاي فهونا انا زي ما حكينا هو انكماش في الرئة الرئة فقدت حجمها بسبب انه مش قاعد انا بوسع الألفيولاي مش قاعد بوسع الأير سبيس مش قاعد بفوت عليها الهواء فهونا انا الرئة شو ما لها قاعدة بتنكمش طبعا هذا انكماش الرئة اولا اتليكتسز هاد يؤدي الى ايش اسمه Ventilation Perfusion Imbalance شلنا يمعنى كلمة Ventilation تهوية دخول الأو 2 على الألفيولاي Perfusion اللي هو وصول الدم اي وصول الدم للألفيولاي انا باعرف من ايام اللي هي من الفيسيو اللي ما حكيناها او درستوها عفوا في هذا السيستم بانه انا عندي Ventilation بكل بساطة انا قاعدة بدخل الأكسجين بعدين بيجي البرفوجين اللي هو الدم باخذ الأكسجين من الألفيولاي ويبضل رايح صح؟ هونا بسعيندي Ventilation Perfusion Imbalance انا متزان ما بين هاد ال Ventilation وال Perfusion ليش؟ لانه ما فيه Ventilation اللنغ كولابست اللنغ من كمشي اللنغ مش قاعد تتوسع فيها الألفيولاي مش قاعد بيفوت عليها اي هوا فهذا يؤدي الى نقص الأكسجين في الدم ويؤدي الى هايبوكسيا طبعا يا اخوان هاد الانكماش اللي ممكن يسعيندي لوعي تلكتسز ممكن يصير يا بسيجمنت اللي هي جزء من اللوب يمكن يصير بلوب كاملي في داخل الرئة او ممكن يصير برئة كاملة وهو أسوأ ايش الثلاث طبعا والحمد لله رب العالمين اتلكتسز يا اخوان انكماش الرئة بالعادة بالعادة وليس دائما بالعادة اذا شلت سبب الاتلكتسز هذا انكماش الرئة يعود وتعود الرئة اللي وضع طبعا بتتوسع مرة ثانية هس يا اخوان منيجي نحك عن الاتلكتسز وأنواعه عندي أربعة أنواع من الاتلكتسز كتير 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 مهمين مهمين الامتحان وليس الحياة الواقعية حشان فهمك شالي هاي الشغلات الاتلكتسز الأنواحه ولا بحياتك رح تشوفها مرة ثانية إلا هون عندنا ان شاء الله بالله ايش بالتكنو أول ما من الأنواع الاتلكتسز يا اخوان هو الريزوربشن او الوبستركتف اتلكتسز اي انكماش الرئة ايش سببه اوبستركشن تسكير انا تسكر عندي برونكس مرة ثانية ايش اللي بيخلي الرئة تنتفخ هو الهواء اللي فيها طيب نفترض اني سكرت برونكس فيها وموصل للرئة لا تتوسع الرئة لا شو يعني اتلكتسز لنكو لابس طبعا هوا هالي هو ممكن يسعى على مختلفين هالليفلز يا اخوان بس حي معلومة لقلكو صغيرة اذا صار عسب المثال على سيجمنتل برونكاي اي على السيجمنت هاي السيجمنت رح تروح كان على لوبر برونكاي هاي اللوب رح تروح بس نفترض واحدة من اللي برايمري برونكاس هاي اللي بتفوت على الرئة كاملة هاي رح يصير فيها ايش الهو الاتلكتسز وانكيماش صحيح طب شو في عندي شانت ممكن نسوي ابستركشن لهذا البرونكاس ممكن بوست سيرجري ليش اخوان اي واحد بيفوت بعملية او بسوي عملية بعد العملية ممكن في داخل جسمه يصير في افراز هائل الميوكاس خصوصا في داخل الريس باراتور سيستم فبسوي لي اوش اسمه ميوكاس بلاج او حبيا زي خثرة من المخاط بما يؤدي الى تسكير هذا البرونكاي وانكيماش الرئة فيما بعده ممكن من فورين بادي يسكي هذا البرونكاس وبطل يفوت هوا تنكم الشرية ممكن من ميوكاس بلاج بس مش من بعد سيرجري ميوكاس بلاج او اللي هي خثرة اللي هي زي ما تحكيه مخاط بحالات الازمة بحالات البرونكايتس هاي الشرات رح يوضي الشران لقدام وايضا في حالات السرطان تبلي تيومرز ممكن سرطان يسكر البرونكاي يبطل يفوت هوا على الرئة وسع عندي انكيماش الفكرة الرئيسية اللي لازم نذكرها بهذا الابستركتف اتليكتسيز رح صري عندي ميديا ستاينل شفت تو ذا سيم سايد شو المقصود شو هو الميديا ستاينم يا اخوان انا بعرف له منطقة اللي بيكون محاطة فيها او بيكون موجود فيها القلب الاتريكيا الرئة الثايمس الى اخرية كل هاي الشرات والموجودة موجودة بالميديا ستاينم بيجي بحكي لك اذا نفترض انه الرئة اليمين هي اللي صار فيها الاتليكتسيز فيها الرئة اليمين هي اللي هيش انكمشت القلب والتريكيا والثايمس كلها تلوين بنزاحن لنفس الجهة اللي هي لليمين تمام؟ ففي الاتليكتسيز كل المكونات الميديا ستاينم بساينم لنفس جهة الاتليكتسيز النوع الثانيو اتليكتسي اللي هو اتليكتسيز هون مش بسبب او ايش يسكر لبرونكاي هنا في اشي جوه البلورال اشي جوه الغلاف اللي حوالة رئة البلورى صار فيه تجمع على سوائل صار فيه تجمع على دم صار فيه تجمع على هواء في هذا مما أدى إلى الضغط خارجي على الرئة مما أدى لإنكماشها تمام؟ فلما أجي أحكي عن تسكير بالبرونكس هذا تجمع فيها الغشاء اللي حول الرئة تجمع فيها لادر او هوا هو يصار فيضغط ضغط خارج على الرئة ما قده الى التاليوكاس وانكماش هذه الرئة وفي موظم حالات الكمبريشن الاتاليوكاس هذا يصاحبه الديافرام تلاحظ الانسان الديافرام هذا ليست ما يهموني هذه المعلومات بهمني الاتي أنه في الكمبريشن الاتاليوكاس يدخل عندي ميديا ستانى تلاوين إلى المنطقة الثانية غير التالكسية يعني إذا الريئة اليمية صار فيها التالكسية كل مكونات الميديا السايدة مثلاً شفت لوين؟ أو تتحرك لوين؟ الجهة الشمال، الجهة المعاكسة فإذاً أنا ذكر لي الريزوربشن أو رزوربتيف أو أوبستركيف التالكسية الميديا سانة الشفت لنفس الجهة بلما الكمبريشن إلى المنطقة الثانية فلما أجي أحكي يا أخوان أنه تجمع حوائب اللي بلورال كيفتي زي إيش؟ زي في الحالة الإني يأي النومو الثوراكس لما أحكي لك والله جمع الدم في البلورال كيفتي، زي في حالة الهيمو الثوراكس فلا والله تستغرب الإمتحان وجيب لك أو والله هيمو الثوراكس يكشون من إلقي تالكيyszا ما نعرف شو الهيمو الثوراكس هيمو دم ثوراكس سبلورا أي جمع دم بلبلورا نومو الثوراكس أي هواء نومو ثوراكس بلورا جمع هوا 100hem외 التالكيشر انوح Elizabethار المنوع الثانية بيسموها ممكن أن يكون اخوانًا تنقبض على بعضه، وهي النت برحصير تنقبض على بعضه تسوي التنقبض، ولما تنقبض هالفايبروسيس شو هسوي بالريئة؟ رحخليها التنقبض، مش سوي أتلكتيسيز، الفكرة بهذا التنقبض بأنه العين جداً ليش؟ لأنه بالعادة تزئر رفيرسيبل ولا يمكن إعادة رئيبه وضعها الطبيعي، يعني صار سكار خلص صح فايبروسيس صح؟ الفكرة هالفايبروسيس ما في ميديا ستانل شفت، ما في تحرك الميديا ستانم لأي جهة من الجهات، حلو؟ والنوع الأخير من نوع الأتليكتسيز اللي بسموه مايكرو أتليكتسيز، المايكرو أتليكتسيز يا أخوان كيف منذكرها؟ كلمة مايكرو صغير أي بيصير بين الناس الصغار، بيصير وين؟ بالناس الصغار بالعمر، أي اللي همو تشيلدرن أو اللي هم نيونيت أو ما يولدو، هالو مايكرو أتليكتسيز يا أخوان بصير بسبب لصف سيرفاكتنت، الناس اللي بنوالدو يا أخوان في الأسبوع اللي قبل السابع من الحمل، رح يكون في عندهم الخلايا النوموسايتس طيب 2 أتوقع خطوها بالفيسيولوجي إنه موصايت ستارتوب تفرس السيرفاكتنت، بتكون إماتشور، بتكون غير قادرة على إنتاج السيرفاكتنت، فشو ملكون رئة تبعتهم من ألفي ولاي؟ ما فيها سيرفاكتنت فلأنه ما فيه سيرفاكتنت، ما فيه إشي يوسيع الرئة، ما فيه إشي يتخلصلي من السيرف اس تنشن، هيدو صوام الفيسيو مش عندي، هيدو الفيسيو يا أخوان، تمام؟ ما فيه إشي والله إعارض السيرف اس تنشن، فلهيك بكل بساطة الرئة رح تنكمش، ويصير فيها إيش؟ أتليكتسيز، وبالعادة بيكون جنرالايز، أي كل الرئة بتلاقيها إيش ما لها؟ صار فيها الإنكماش وزي ما حكينا.. هذه مايكرو أتليكتسيز فلاحدي وين بلاقيها؟ بالنيوناتس، بالإصغار، وحتى أي وحدة مكرو أتليكتسيز بيكون مصاحب لله أو بسميها هاي الحالة أكيوت أو نيوناتر�� تسترنفس مدرم، تمام؟ تمام، هل فيها ميديا سانالشفت؟ لا، ما في ميديا سانالشفت، في الماكرو أتليكتسيز حيوان .. بكل بساطا .. لما اطلع على الرئة بعيوني المجردة بيتبيين الرئة ... من كمشة و بتبين Fear Pal بنفسجية و ايش كمان ؟ سبك ريبيتان .. شاني كمت سبك ريبيتان؟ سبك ريبيتان اي نودولار .. محبحبة عليها حبوب فان هنا حاضنه هو الاتلكتسيز بتلاقيها الرئة بتلاقيها الشرانكن .. بتلاقيها من كمشة بتلاقيها FearPill بنفسجية لقيا سبك ريبيتان اي نودولار محبحبة فيتبين عمدي يا أخوان كالسلت لايك ألفيولاي أي الألفيولاي بتلاقيه زي الخيط أنا بعرف الألفيولاي تحت الرئة عفواً تحت المايكروسكوب المفروض أنه يبين ككيس يبين زي دائرة وفيه بالنص هيك هوى أبيض لونه صح؟ مية بالمية حدث المايكروسكوب ولكن هون الألفيولاي ما فيه هوى الألفيولاي منكمش الألفيولاي مسكر فيامم؟ فشو رح أبين عندي!? زي خط فقط لا غير ولحكوا عندي كونجثة سبتة ما هو السبتة? السبتة يا أخوان أنا بعرف بإينه الألفيولاي فيه تحت ليه بايسمنت ميمبرين صح؟ بعدين في عندي بايسمينت ميمبرين ثاني تبع الوعاء الدموي القابل ëجابي بعدين إندوثيليا السلز صح؟ شايفين جدار الآفيولاي اللى هو عبارة عن الإبيثيليال سلز مع البيسمينت ميمبرین ستريط التى الألفيولاي والكاويلراي مع الاندوثيليال سلس بيكابيلاري هذول الثلاث اندوثيليال سلس المندمجة بين كابيلاري والالفيولاي والإبيثيليال سلس الكابيلاري هذول هذول بسميهن سبتة شو بيكونن؟ بيكونن كونجستد ليش؟ أي مع بياد دم ليش؟ بكل بساطة يا أخوان أنا الوعاء الدموي بيكون قاعد بضخ دمي كثير على هذا الالفيولاي بس مش قاعد بأخذ هوا فبتلاقي أنه الدم قاعد بتحشر هناك عساس انه والله أتمنى أن تحصل على أكسجين ومش قاعد بوصروا أي إشي وممكن تلاقي فلود في السبيسيز ولكن مش دائما يعني وأيضا تحت المايكروسكوب في حالة فقط المايكرواتيلي اللي بلاقيها بالمايكروب لصغار بسببها بتلاقي عندك هايالاين أغشية تشبه الزجاج أو أغشية تشبه تشبه الكارتليجز تمام؟ يا سلام عليك هاسا نحكي عن أوتكم اف اتليكتسيز شو ممكن تلاقي نتائج التلجاج من التلجاج أو عافا نتائج الأتليكتسيز على إيش بتاعتماد عندي؟! هالسؤال هالسؤال نتائج الأتليكتسيز بأي واحد هل هي نفسها عند كل البشر؟! أكيد لا! أول إش بتاعتماد لدي ايضاً برايكو انا اذا والله انكمشت عندي سيجمينت زي لما تنكمش عندي رئة كاملة اكيد لا فحجم الرئة اللي صار فيها حجم المنطقة اللي صار فيها عفواً اتليكتسيز يختلف ويؤدي الى اختلاف الاوتكم واخيراً اللي هي المدة اللي انا استنيتت اني بلشت العلاج فكلما انا اخرت العلاج كلما الاوتكم صار اسوأ صح يا سلام عليك خلاص اتليكتسيز نحكي عن موضوع ثاني موضوع احنا نحكيه كثير بالأرس باته ان شاء الله اللي هو الاكيوت ريسباراتوري ديسترس سندروم يا اخوان او الاردس او الاردس باختصار يا اخوان شو هاي؟ هاي عبارة عن ريسباراتوري فيلير ملهاش علاقة لكش بدي احكيه ريسباراتوري فيلير فشل تنفسي ملهوش اي علاقة بامراض القلب مرة ثانية هو فشل تنفسي ملهوش علاقة بايش؟ بامراض القلب شايفين هاي الجملة؟ هي بجزء اهم جملة احتمال لك بالأردس اوكي؟ انتبع مع بعض هذا الاردس يا اخوان هو لا يعتبر مرض بنفسه وانما هو زي ما تحكي مسبب بسبب امراض اخرى كيف مثلا من يجي نحكي عن الانيميا فقر الدم فقر الدم يا اخوان انا بعرف بانه هو مش مرض بنفسه وانما هو ايش هو عرض بيصير عندي بسبب ايش امراض اخرى الاردس نفس الاشي بكون انا في عندي امراض بكون عندي ديزيزيز معينة ادت الى هذا الاردس والي هو كوميوريسباراتوري فيو فهذا عبارة عن متلازمة اي سببها على عديد من الامراض وعديد من الحالات زي ما حكينا هو عرض بطاب العديد من امراض اي امراض بالضبط الامراض اللي بتأثرلي على الامدوثيليال سيلز اللي خلايا تتبع جدار الوعاء الدموي والأبثيليال سيلز اللي خلايا الالفيولاي فاذا كان عندي مرض رئوي اثر على الامدوثيليال سيلز اللي خلايا جدار الوعاء الدموي الكابيلر اللي حويل الالفيولاي واثر على الابثيليال سيلز الالفيولاي نفسه هذا يؤدي بالعادة الى اردس بنعرف بس معلمة واحدة الاردس يا اخوان يعتبر شكل جدا 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 سيفير من الاكيوت لنج انجري وهو يؤدي الى لنج انجري وظهر في الرئة بشكل ايش هائل جدا لمن ايه كان الديفينيشن تبعه انا صراحة بالعادة كنت يعني كنت حابة بحط الديفينيشن اللي بعدين بس خلينا نحكي من الناسة مش مشكلة الديفينيشن تبع الاردس هو كالاتي هو عبارة عن ريسباراتوري فيريور فشل تنفسي انا كيف بقدر حكي واحدة لو هذا عنده فشل تنفسي بيجيني عنده ديزنيا ضيق نفس بتلاقي الاكسجين بالدم قلان والسي او تو بالدم ارتفع مرة ثانية عنده ثلاث شرات رئيسية بتلاقي عنده ديزنيا ضيق نفس تلاقي عنده الاكسجين بالدم قلان والسي او تو بالدم ارتفع طبعا لقدام ان شاء الله رح ناخد بانوار ريسباراتوري فيريورز بالتفصيل وراح تحكي انه والله او والله فيه تفاصيل شوي اكثر ولا كذا هو التعريف العام اكسجين قلان سي او تو مرتفع بالدم بالاضافة الى ديزنيا وضيق نفس فانا يا اخوان الاردس هي عبارة عن ريسباراتوري فيريور فشل في التنفس بيصير في غضون اسبوع من انسلت معينة من انجيري معينة من ديزيز معين على هذه الرئة مما ادى الى بايلاترال اوباسيتيز اون تست اميجين لما رح تصورت صدر المريض لقيت اوباسيتيز شين اوباسيتيز اوباسيتيز زي نقاط بيضة على الرئة لما صورته اكس ري لقيت الرئة فيها زي نقاط بيضة هاي سمتها اوباسيتيز او انفلتريتز الفكرة بالاردس يا اخوان بانو هاذو ريسباراتوري فيريور هل سببه فشل في القلب لا هاي اهم نقطة انو ما الو اي علاقة بالقلب بيكون في عنده ممكن نومونيا التهاب الرئة ممكن والله يتنفس نفترض توكسن صار عنده سيبسس اخذ الدرق بشكل عالي جدا الفكرة بيامنو فيه الو كثير اسباب لا تعدو لا تحصى وناكن ملهوش اي علاقة بفشل القلب ليش انا بحكي هاي الجملة وكثير بأركد عليها يا اخوان انا بكل بساطة الفشل التنفسي اذا واحد اجاني على العيادة عنده ضيق نفس والو او قلان بالدم والس او مرتفع بالدم هي عنده الفشل وروح تفحص قلبه عنده كارديك فيلير بيقولك كل بساطة فشل التنفس اللي عندك وفشل التنفس اللي عندك شو سببه سببه الكارديك فيلير سببه لهيش فشل القلب فقط لا غير مش سببه الأردس سببه ايش الكارديك فيلير فلاحظة بانه انا عندي هذا له الاردس ما بيكون مصاحب لها . أو إياس التجمّع سوائل برية، أو التاليكتاس وزي ما احكينا . الريستماراتور الفيلر وليس الأردس تمام؟ وزي ما حكينا الأردس شو بيكون في عندي؟ بيكون في عندي أمراض قاعدة بيتدمر جدار الألفيولاي وجدار الكابيلاري اللي حوالاه صحيح؟ فسببها بكل بساطة هي ديفيوز ألفيولار دامج أي المقصود أن الإبيثيلي胸 تبع الألفيولاي اتدمج والإندوثيليل تبع الكابيلاري يتدمج فصار في عندي دامج بالممبرينز ثم مع الكابيلاريز والالفيولاي والفكر بهذا الأردس يا أخوان بإنه أنا ما بيكون الدمج بيصير مرة وخلص بيوقف لا 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 الدمج اللي قاعد بيصير بهاي الميمبرينز تبين الكابيلاري والالفيولاي هذا الدمج بيزيد مع الوقت ليش؟ لنه سير في عندي على كاسكيد أوف رياكشونز وسير في عندي أنا تفعلات وراء بعضها البعض التي ستفعل مور والمور انفلميشن وسوي التهاب أكثر وأكثر في أغشية الكابيلاري والالفيولاي والدميلي كبير أكثر وأكثر مع مرور الوقت تمام؟ وهذا الأرض يا إخوان بصير بفترة زمنية كتير سريعة و لازم ألاحق المريض في يوء الحوق طي شوفي أنك ليني كان منفستيشنز بلاقيها عند هذا المريض بكل بسط زي ما حكينا شو عنده ينشوف إدي أعراض ريسباراتور فيدر يعطيك العافية بس حكيناها بالتعريف إنه بتلاقي عنده بس هكلمة ديزنيا عنده سيفير ديزنيا عنده ضيق نفس كتير هائل بالإضافة إلى هايبوكسيميا نقصان O2 بالدم هايبركامفنيا زيادة CO2 بالدم يعطيك العافية بس وبالإضافة قلنا على تشست إيميجي لما أصور أنا اللي هو التشست تبعه والرئة تبعته بالإكس راي شو بلاقي عنده؟ بلاقي عنده أوباسيتيز بايلاتر على الرئتين بلاقي عنده أوباسيتيز بلاقي عنده نقاط بيضة بلاقي عنده ديفيوز بايلاترال بلمونيري انفلتريتس شو نيكبت بلمونيري انفلتريتس أي نقاط بيضة على هذه الصور موجودة على الرئتين طبعا شو سبب هاي النقاط البيضة؟ سببها بكل بساطة هو الألفيولار انجري سببها انه والله صار عندي انجري بالألفيولاي وزي ما حكينا كل هاي الشغلات بين قوسين اللي أنا قاعد بعني فيها انه يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى ريسبايراتوري فيلير وفشل في التنفس طيب واح بجي بصفن فيه بحكية طيب دكتور شو في أسباب لهاي الأردس ماهنا حكينا انه والله الأردس انه أنا صار عندي الاسباراتوري فيلير في غضون أسبوع من مرض معين أو من مشكلة معينة صح؟ طيب شو في عندي مشاكل قد تؤدي إلى هذا الأردس أو لهذا الاسباراتوري فيلير بشكل الأردس أو لهذا الأكيوت لنجري اللي هو عبارة عن الأردس بيقول لك هناك أسباب دايركت وأسباب إن دايركت الدايركت إنجريز أي مباشرة بتصير بالرئة نفسها وتؤدي إلى الأردس زي النومونيا التهاب الرئة الناس اللي بيكونوا مغيبين أو بيشربوا كحول كثير هذول شو بيكون مالهم بيستفرغوا كثير صح؟ فممكن مكونات المادة تطلعوا وتفوت على الرئة سيلا عندهم أسبايريشن وآخر إشي ممكن توكسك إنهليشن أو توكسك إنهليشن إنه والله يتنفسوا مواد سامة وقد تؤدت المواد سامة إلى ماذا؟ إلى لنج إنجري بسميها أردس بيذو قدر إسباراتوري فيلير سمام يا سلام عليك وممكن يكون إن دايركت إنجري أي ضرر في مكان آخر غير الرئة والذي أدى إلى أردس في الرئة زي إيش؟ سيبسيس إنفكشن بالدم هاذا الإنفكشن بالدم نهائته يوصل للرئة ويؤدي إلى أردس ممكن الترانسفيوجن الترانسفيوجن بنقلهم دم يا إخوان لما أنقل دم أنا لأي شخص ممكن إنه كمية السوائل في جسمه تزيد كتير وينترح تتراكم هاي السوائل زيادة؟ بالرئة شو تسوي له؟ إنجري وأردس تمام؟ وينترح تسوي له وممكن والله الناس بسوي دراج أوفردوز زي الناس اللي بخذ الكوكين على سبيل المثال ممكن ستنع عندهم أردس بنكريتايتس والتهاب وممكن ملتب التروماز أي ضربات متعددة زي مثلا واسع عنده كسورات صار عنده هد التروماز ضربة على راسه سيفير بيرنز عشان رايحك من شغلة الاتيورجز وأسباب الأردس لا تعد ولا تحصى هل بديك تحفظ لمن هذول إشي؟ بديك بس هاي النوتاي ويعطيك العافية أنا يا أخوان من بين كل الأسباب مين أكثر مرض قد يؤدي إلى أردس؟ النومونيا حط اللي عليها فالنومونيا اللي هي بتكون 35% لـ 45% من أسباب الأردس هي المست كومون كوز طيب السيكند المست كومون كوز اللي هو السيبسس ويكون 30% لـ 35% من أسباب الأردس تمام؟ فالنومونيا مست كومون كوز في أردس والسيبسس والسيبسس المست كومون كوز في أردس ويكون هاي النومونيا طيب معقول كل واحد يصير عنده نومونيا أو التهاب رئى يصير عنده أردس؟ أكيد لا هناك ريسك فاكتورز لازم تكون عند الإنسان عشان والله أحكي أو والله ممكن يصير عنده إيش أردس لقدام مين من أهم هذه ريسك فاكتورز؟ وهو أول واحد وهو أهم واحد اللي هي ملتبل بريدسبوزنج ملتلة إيش من ديكال كونتشنز نقطة….إني كل إنسان عنده أمراض كثير قبل اتلاقي الانسان عندو ديابيتيز عندو هايبرتنشيد عندو اوتو امين ديزيزز وعندو ايبويسيتي وسموكر عندو الف مرض بعدين صار عندو نيمونيا نيمونيا كملت عن ريئة تبعته وسوت له اردس تمام؟ ممكن الناس الاولدر ايج لانو الريئة تبعتهم اصلا بتكون شوي ضعيفة فسهل اسوي دامج بايش بالالفيولاي والكابيلري صح؟ ممكن الكرونيك الكهول ابيوز ليش الناس اللي بيتشربوا ممكن يصير عندهم اردس زي ما حكينا الناس اللي بيشربوا ممكن انه والله يصيروا يستفرغوا كثير هذا الاستفراغ الكثير قد يؤدي الى اي مكونات المعدة تفوت على الرئة وتسوي انجري بالرئة وتؤدي الى اردس صح؟ وايضا الميتابوليك اسيدوسيز هل مطالب منك ليش الميتابوليك اسيدوسيز قد يؤدي الى اردس؟ لا صراحة ولكن باختصار الحكاية انه يا اخوان هذا اللي هو بيتبارك اسيدوسيز المقصود فيه انه انا صار في عندي اسد كثير في داخل الدم فجسمي بده يحاول يتخلص من هذا الاسد كيف؟ بسوي هايبرفنتليشن بزيد تنفسه فبصير انه بده يطلع سي او تو كثير لبرا فانا لما ازيد تنفس زيادة على النزوم قاعد بحمل الرئة جهدي زيادة وقاعد بخليها تشتغل زيادة وبحملها فوق طاقتها فممكن يصير فيها انجيريو واردس وهناك العديد العديد اللي عندي مرسيك فاكتر اسباب زي ما حكينا اتي لا تعد ولا تحصى تمام يا سلام عليك هسا يا اخوان نحكي عن الباثوجينسيز اوف اردس ازاك منعجم متهمنيش ام بتهمني نهاي اخوان الباثوجينسيز اول هي حدوث الاردس من ناحية الباثولوجي كيف تبلش عندي اهنا حكينا جملة كتير مهمة في الاردس انا الالفيولار ممبرين بالدمج والامدوثيليا متابع الكابيلاري كمان بتدمج فا من اهم النقاط اللي عندي اياها انا بالآردس واول نقطة اللي عندي اياها بالاردس هي الدفز الفيولار دمج قسميةها دات إنو صار في عندي أنا دمج ب northern في جدار الع symmواق من الناس كلياته يعني ميزان لما أحكي عن إبيثيليم تبع الألم يول ballot الاندothyليم مش mikamia صورا في الاندوثيليم تبع ال lem punk اللي حوالى هو الر beweاج شو حسير بال و رح كل سوائل BL koz خ Squad عندي الألفيولاي وصير في عندي سيفير إدمة بالرئة صح؟ طب بالنسبة للألفيولار إبيثيليم إنجري أنا أعرف الألفيولاي فيه نوموسايتس تايب 1 ونوموسايتس تايب 2 لما تخرب النوموسايتس تايب 2 بطل فيه سرفاكتانت وإذا بطل فيه سرفاكتانت شو بصير عندي مايكرو أتليكتسز يا سلام عليك طب أحب يجب صفن هذا الدمج اللي صار عندي يا كيف صار فيه داخل جسم الإنسان هذا الإنجري يا أخوان بصير عندي بسبب imbalance وعدم ابتزان ما بين pro-inflammatory وأنت inflammatory mediators أنا في عندي مواد يا أخوان مثبتة للإلتهاب وعندي مواد mediators محفز للإلتهاب بصير في عندي imbalance عدم ابتزان فيها حيث هاي الpro-inflammatory اللي بتحفز إلى إلتهاب راح تزيد كثير بالأردس فضلوا علي أنا في عندي pro-inflammatory mediatr أي مادة محفزة للإلتهاب اسمها nuclear factor CAPA B أو CAPA beta تمام؟ ها نيوكيير فاكتور كافا بي هل تفعيلها طبعا زي ما حكينا هو عبارة بلو انفلماتوري هو محفز الالتهاب تفعيلها سيؤدي الى التهاب هائل في داخل الرئة طيب بالالتهاب بالإنفلميشن مين اهم الخلايا الموجودة عندي الماكروفيجز فلما ينفرز الهن يوكيير فاكتور كافا بيتا اللي موجود عندي انا اياه في هذا الاردس هذا سيؤدي الى تحفيز الماكروفيجز الماكروفيجز المحفزين راح تفرز انت روكين 8 واحد و تي انا اف وهاظول الثلاث انت روكين 8 واحد و تي انا اف راح يروح يسوولي اكتيفيتش اكتفيشن تفعيل للنيتروفيلز لما تتفاعل من نيتروفيلز الموجودة بالدمي داخل الرئة هون ان يتفرز لأربعة مواد راح تفرز أكسدنس راح تفرز بروتياز موات قاطعة لبروتينات باث ولوكوترايينز هاظول了ما ينفرزوا الأربع من النيتروفيلز تشيو دامج في داخل اللي هو الرئة ويؤدي الى دامج بالالفيولاي ودامج بالامدوثيليم فإذا واحد سألك هاذا بديفيوز الالفيولاي دامج يصار بكل الالفيولاي مع الكابيلر اللي تحته ليش صار؟ بتحكينه لأنه في عندي برو انفلاميات الميدياترزان اللي هو مين؟ اليوكيار فاكتور كافا بيتها صح؟ وتفعل، الذي فعل الماكروفية جزتي أفرزت إنترلوكين واحد وثمانية وتين أف وعن ضريقة هؤلاء الثلاث مواد فعلت النيتروفيلز اللي أفرزت بروتييز، باف، لوكوترينز و أكسيدنز اللي تسوى التشيو دامج تمام؟ يا سلام عليك ضيب بعد التشيو دامج، لاترون شو ممكن يصير عمدي؟ يا أخوان الماكروفية جزبعد فترة بسبب التشيو دامج الهائل رح تبدلش تطلع إنه آه والله عندي دامج كثير لازم أصلحه، كيف بتصلح؟ بالفايبروسيز شو بتروح تسوي ليهي الماكروفية؟ الماكروفية جزبعد فايبروجينيك فاكتورز، أي عوامل محفزة للفايبروسيز شوي هاي المواد المحفزة للفايبروسيز بطعم الماكروفية؟ أول مادة هي بتي جي أف بيتا ترانسفورمي جروث فاكتور عندك بي دي جي أف لو بليتلي ديرايف دي جروث فاكتور عندك إنترلوكين ون، والتي أن أف هذول الأربعة مواد بنفرزة من الماكروفية جزبعد دامج بعد ما يكون صاري عندي على تشيو دامجي كثير عشان يسوي فايبروسيز فهذول الأربعة مواد تي جي أف والبي دي جي أف والنترلوكين واحد والتي أن أف بيروحوا بينادوا للفايبروبلاست لسوي فايبروجينيز أو فايبروسيز بين قوسين بالرئة ولما يصير عندي فايبروسيز هذا هو الإشي المميت بالأردس فمثل إنسان بأي مراحل مراحل الأردس ممكن والله إنه يموت أو ممكن والله إنه خاص يوصل لآخر مراحل من حياته اللي هي لما يصير عندي فايبروجينز أو فايبروسيز بالرئة وأيضا بسبب هذه المواد ممكن أنه عندي الكلوتينج كاسكيد يتفعل وسير عندي كلوتينج وتخثرات وما يؤدي إلى أيضا عندما وصول دم كافي للرئة وهذا يؤدي إلى ماذا بالنهاية؟ إلى موت الإنسان ولكن شايفين إخوان هذا اللي هو الفايبروسيز وإنجاب جيبت الفايبروبلاست والكلوتينج وهي البروتييزز والباف والأكسد واللوكوترينز كل هذين هذول يمكن أن يكون معاكستهم ويمكن تضادهم بمواد زي الأنتي بروتييزز زي الأنتي أكسدنز وأيضا أنتي إنفلماتري سايتوكاينز وأهم واحد هو الإنترلوكين عشرة فهل يمكن معارضة هذه المواد الموجودة هون؟ أي نعم قلنا مين؟ البروتييز بعرضها أنتي بروتييز الأكسدنز بعرضها أنتي أكسدنز وهذا اللوكوترينز والباف اللي همه إنفلماتري سايتوكاينز أو إنفلماتري ميدييترز بيجي عندي أنتي إنفلماتري سايتوكاينز وإنترلوكين عشرة وميثبت لي إياهن فهذا يؤدي إلى تثبيت تطور الأردس وتطبيت تقدمها مع الزمن الآن إخوان نحكي عن فايزيس أو أردس عندي يا أخوان ثلاث مراحل من الأردس الأولى اسمها الأكيوت فيز، الثاني أورغانايزنج فيز، والثالثة اسمها الفايبروسيس فيز الأكيوت فيز يا أخوان بكل بساطة هي أنه في هذه المراحلة وهي أول مراحل الأردس قاعد بتراكم عندي في داخل الألفيولاي، في داخل الإمترستيشم وهما بين الألفيولاي والكابلري، قاعد بتراكم عندي بروتين ريتش فلود هذا البروتين ريتش فلود بعطيه اسم له الإكزوديت فق المعهب عن التراكم الذي العمل لاهب باللاح Hol turnout مع التراكم تراكم تنميN وانا لما يتمع اسّخ بها تبرامي الاغذلة عليه الاغذلة عليه الصمار هل يسترى البي животي لسوجتي وما انت أفرغل الدعم العالم صوت محجقة تعني التركيز الشراء الأول Wake's blood راح يزيد الانترلوكين ثمانية والانترلوكين واحد متى انا في هذول راح يزيد كثير كثير بشكل كثير هائل وهذا قلنا شو بسوين بفعلي للنيتروفيلز فهذا يؤدي النيتروفيل انفلتريشن وزيادة النيتروفيلز بالرئة وزيادة الدمج فانا يا اخوان الدمج اللي قاعد بصير في داخل الالفيولاي سيؤدي الى تحطيم الخلايا منها النوموسايتس تايب 1 و تايب 2 صح؟ فانما تدمر التايب 2 نوموسايتس قلنا مين بيروه عندي ايضا؟ سيرفاكتنت؟ فلاحظوا انو انا جاخن الالفيولاي صار فى عنتي بلازسما بروتين في الارسبيز إيزا في عندي اكزوديت فى داخل الالفيولاي زائد حوطام خلايا człونالفيولاي أيضا السيرفاكتنت صار ديسفنكشن وصال خربان هظول الثلاث مع بعضة الديسفنكشنال سيرفاكتنت مع السيرفاكتن مع الاجزوديت فى داخل الالفيولاي حظول كليات هن بعطيهن اسمه حكينا فوق بانو تكون في عندتي في داخل ماكرو اتليكتسيز لما يكون عندي إيه شماله.. سيرفاكتانت خربان صح؟ فهنا سيرفاكتانت أيضا خربان سيؤدي إلى Healine membrane أي غشاء الألفيولاي بكون زي شكل کارتج بكل شكل زجاجي بسببizen هذا السيرفاكتانت خربان ولكن هل براى ان يكون بس الألفيولاي اللي تتدمر بس الألفيولاي اللي خربِ ، نحن حكينا بأن الأرضس الألفيولاي جداره بيتخرب والكابلري الي حوالي الألفيولاي أيضا بقرب فهذا أيضا يؤدي إلى Vascular injury فلويصين انا عندي بالاكيوت فيس كمان تدمير للفيزل تدمير للكابيلاري راح يتكون في عندي مايكروثرومباي اي خطرة صغيرة في داخل الوعاء الدموي وحصين عندي فيروسيلر بروفريشن اي ايش تراكم الخلاياة لما تجي للفاي بروسسودي عندي فيروسلز طيب تخيل في عندي خطرة صارت في الكابيلاريز او في جي في الاوعاء الدموي في داخل الرئم هاي المايكروثرومباي راح تسكر للوعاء الدموي والريزستنس تزيد. لما تزيد الريزستان شو مصير بالضغط كمان بزيد فبس عندي pulmonary hypertension وزادة الضغط في داخل الرئة تمام فلنذكر بالأكيوت فيز بتراكم عندي exudate في الالفيا والانترستيشيا بصير في عندي اعتريك تسيز وخربان الغاز اكسجينج النيتفلز بتزيد ويؤدي الى hyaline membrane ومن يسمى vascular injury يؤدي منها الى pulmonary hypertension صح؟ بالبعد الأكيوت فيز عندي organizing phase organizing phase هي مرحلة وسطية ما بين الـ acute فيها تدمير وما بين الـ fibrosis اللي إذا أنا وصلتها الإنسان بيموت حرفياً خاص إنسان هون ما في العجل الأغرب يموت وها في فترة قصيرة من الزمن organizing phase بكل بساطة عرف عن مقاطع بالـ organizing phase يا أخوان بكل بساطة بيجي بيحكي لك بأنه هون المرضى في هذا organizing phase يا إنه ذي يركور ذي يركور رابدلي وبيخرصوا من الأردس كله وبيروح كل الأردس لأنه الكوز راح أو ممكن إنه ذي experience وبيضل في عندهم ديزنيا اللي هو ضغط يضيق نفس وهايبوكسيميا اللي هو نقصان الأكسجين في الدم فممكن يا إنه والله ذي يركور أو حتى ممكن تسوق حالتهم إنه ديزنيا يزيد والهايبوكسيم الأكسجين يقلب زيادة هزا شو عندي histology وشو ببين تحت ماكروسكوب ليش سمنا منها organizing phase بسير يا أخوان عندي إش اسمه organization of the alveolar exudate مش حكينا بالأكيوت phase قاعد بتراكم عندي exudate اللي هو عبارة عن البروتين rich fluid بسير فيه organization شاني organization أي إنه هذا الexudate بيبلش يتراكم فيه زيادة fibrous tissue ولكن بكمية إشمع لها قليلة وتافة جدا ممكن إنه أشيالها وبيكون أصلا fibrous tissue مش قوي مش متراسك مش متماسك عفوان مش مرصوص فوق بابه ولكن كلمة organization في علم pathology هي المقصود فيها fibrosis زائد exudate تمام فهنا بداية ما رحل الorganizing ببنش يتراكم عندي شوية fibrous tissue مع هذا الexudate ولكن النقطة هون أنا بكون قاعد هذا الـ fibrous tissue ممكن إنه أنا عن طريقه إني أنا أسهل تجميع الexudate مع بعضه ولما بتيجي خلايا لماك فيجي استبلع لهذا الexudate شي اللي يع سبينا المثال وأيضا أنا في الorganizing phase تذكروا بالأكيوت كان عندي نيتروفيلز كثير بالorganizing بيصير في عندي lymphocytes infiltrates فسندي lymphocytes T وB cells بتيجي بدل الليتروفيلز اللي راحت فلما راحت النيتروفيلز المقصود بإنه بطل في إفراز لهذه المواد اللي حكيناها هون قبشي هي الأوكسيدنز، بروتييزز، الباف، الأوكترويز، فبطل فيه tissue damage فبلشت هون الرئة تسوي تضاعف للخلايا اللي ماتت، فبتبلشت الرئة تسوي تضاعف للتيب 2 نوموسايت وترجع السيرفاكتنت فلهيك لأنه قابل رجع بخلايا الرئة هون ممكن الإنسان تريكافر رابدلي، ولكن من المشكلة إنه إذا الإنسان مشي بالأكيوت فيز وفات الorganizing وفات الorganizing وراح فات بالمرحلة اللي بعديها الفايبروسيز، اللي هي الفايبروسيز فيز هزا إذا الإنسان فات بالأكيوت، بعدين فات بالorganizing، بعدين الأردس راح، بنجو ما عنده أي مشكلة، فبجي بحكيييك أي صلة أصلاً معظم البيتين سيسيرفايف ذا أكيوت إنسلت اللي هي أول مرحلتين مقصود فيها، برجع لهم مظيفة اللي هي التنفسية طبيعية 100% بعد 16 شهر ولكن في بعض المرضى بيفوتوا بالفايبروسيز، بنجو حكينا بالorganizing هون، قاعد عندي بصير organization أي ترسيب قليل الفايبروسيز، المشكلة بتصير عندي إذا صار عندي فايبروسيز بشكل كبير جداً، صار عندي تراكم لفايبروسيز بشكل جديد، شيء كبير جداً في داخل الرئة، فهونا الرئة بتصير مالها فايبروسيز، بتصير معبي من هذا الفايبروسيز تيشيو، الذي سوقف حرفياً الفونكشن تبعت الرئة، والفايبروسيز تيشيو أنا بعرف هو تيشيو صلب، راح يمنع الرئة أنا هيش، تتمدد براحتها وتأخذ نفس براحتها، فلهيك هظل الناس اللي بفوتوا بالفايبروسيز فيز، رح يضطر إنه أنا والله اسمهم من فانتليشن، وتنفس إصطناعي، أو اللي هي ميكانيكال، أفوتهم زي أموبة الرئة، إيش لمدة زمنية طويلة، وأعطيهم سبلمنترية أو 2، وأعطيهم أكسجين، لأنه إيش ما أنهم؟ ناتبتهم فايبروسيز، صار فيها فايبروسيز، بش قادر يمسعوها لحالهم، فلاحظوا بأنه هون بالفايبروسيز فيز، بينه بصير عندي إكستنسف فايبروسيز، وشكل الرئة وال شو هو الامتيمة، الامتيمة هي عبارة عن الطبقة الداخلية من الوعاء الدموي، الطبق الداخلية من الوعاء الدموي، الطبقة الداخلية من الوعاء الدموي رح تبليش تضعف في هاي areies. طب سؤال تخيلي هاي الطبقة الضعفة 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 شو حصير بيه الديامتر تبع الوعاء الدموي رح يصغر من جوه صح؟ فهذا يؤدي الى و لما يصغر اللي هو الديامتر فيؤدي ذلك الى زيادة الضغط صح؟ أهم نقطة بالفايبروسيس فيز يا أخوان أعرف لي بأنه الناس بتوصل لفايبروسيس فيز على الأغلب بأنها بتموت ليه؟ لأنه الرئة تبعيتهم حرفيا صارت فايبروتيك وصارت غير قادرة على التوسع في عزب سوي الميكانيكا الفنتيليش واللي حق من الحوق إنه يعيشونهم أكمن شهر بعديها والإمد رزلت من هذا الفايبروسيس إلا وإني طلعت الرئة لبره وطلعت عليها بلاقي شكلها حطوين عليها مريان نجمة هاني كومب لنغ هاني كومب لنغ فلسألك الهاني كومب لنغ وين بلاقيها بتحكينه بالأردس بأي فيز بالفايبروسيس فيز أي شكل لنغ بيكون زي شمع النحل تمام يا سلام عليك فإذا كلي بالأكيوت فيز عمدي إكزوديت عندي أتليكتسيز وديمينيجد إكزوديت طبعا زي ما حكينا بيزيد عندي السايتوكاينات وبتزيد النيتروفلس فيزيد الدمج فيكون هايالاين ممبرين وأيضا الفيزلز رحت الدمج سوي لي بلومدري هايبرتينشن بالأرغانايزينج فيز أنا ممكن لناسهم ترجع طبيعي أو ممكن تزيد حالتهم سوءا صح؟ وبكون أنا عندي الليمفو سايتس بدل النيتروفلس وبدلجت الضاعف الخلايا مرة أخرى من طيب 2 نمو سايتس مين أخطى مرحله المرحلة الثالثة الفايبروسيس هون الإنسان إن أصل وصلها لازم إيش أسألهم ميكانيكا الوامتيليشن وأعطي أوتو بسبب الفايبروسيس الهائل اللي صار عنده ووزن عنده بلومدري هايبرتينشن وأهم نقطة بالفايبروسيس فيز بأنه شكل لنغ بيكون هالي كومب لنغ أو شكلها زي شمع النحل هزا من أحتي اللي خليكا البيكتر كيف بيجيني مريض الأرض زي ما حكينا بيكون عنده نسبايراتوري فيلير شنسبايراتوري فيلير ثلاثة الشرات حكيناها بيكون عنده ديزنيا ضيق نفس عنده هايبوكسيميا أي نقصان في الأكسجين عنده هايبر كابنيا زيادة في سيوتوكتوبة بخطئية كو بإضافة إلى ساينوسيز إزرقاق وهاشانا بتصير في غضون ثلاثة أيام ثلاثة وسبعين ساعة من المرضى اللي هو عنده إياه وأيضا أنا بعرف في أنه بيكون في عنده بايلاتر وحطونا على البايلاتر اللي بحط عليها 400 نجمة بينه بس أأكد عليها بينه بكون عنده بايلاترال إدماء عنده بايلاترال إنفلتريتس عنده مشاكل بالريئتين وليسها ريئة واحدة أصلا إذا أنا لقيت المشكلة بريئة واحدة عطول هايبش أرض الارض بتكون إشمالها بريئتين عنده ريئتين خربانات الريئتين صار فيه يدمج بالالفيولا ويدمج بالفيزلز اللي هناك تمام فعندي بايلاترال بلمونري إدماء سؤال بالارض هل مسموح يكون في كارديك فييلر أو هارت فييلر أكيد لا لأنه حكينا لو في هارت فييلر فشل القلب هذ هو الذي سيفسر فشل التنفس فميحكي لك أنا عندي بايلاترال بلمونري إدماء بعدم موجود in the absence of lift ventricular failure زي ما أكدنا عليها قيم شوي وقلنا على الامجينج على ريديوريجيكل شو بلاقي 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 بايلاترال بلمونري انفلتريتز على الريئتين من جهتين على الاكس راي بلاقي زي نقاط صوت وأنا يا أخوان لأنه زي ما حكينا بالأردس قاعد الأكسيجين بقل والCO2 بزيد وسانده ساينوسيز وقاعد سانده أسدوز في بعض الأحيان وبخرب الدنيا عنده هذا قد يؤدي أيضا إلى عدم وصول أكسيجين كافر للأعضاء والأسدوز بسبب الCO2 أيضا حضر بالأعضاء فقد يؤدي إلى ملتي سيستم فيليور وقد يؤدي إلى خراب في المناعة ويؤدي إلى السكندري انفكشن وقد يؤدي في بعض الأحيان وهو أسوأ حالة أنه يصير في عنده دي آي سي ديزاميناتد انترافاسكير كواغيوليشن ديث اس كمينغ هون الناس بصير في عندهم تخثرات كثيرة على جدار أو في داخل وعاء الدموي بس سهلك البليتلتز كثير وبصير عندهم كمان بعديها نزيف هائل فتخيل عنده ثرومبوز كثير وعنده نزيف كثير ثنتين في هذا الدائسي فالإنسان بيكون دي آي سياح فيه اقتصال لديث اس كمينغ الانسان انصاب فيه ووصلوا له هاي الحالة خاصوا راح يموت بعد ثلاثة زمنية قصيرة هاي كلمة اليو اس سي ميتعرف تهمنيش بيهم نهاي انه شو المورتاليتي ريت شو نسبة ان الانسان يموت من هاي الأردس نسبة ان يموت هي أربعين بالمئة بالامتحان شو بجيب لكيها ما بجيب لك ثمانية وثرتين ونصف بالمئة بجيب لك إيش أربعين بالمئة أربعين بالمئة من الناس بصيبهم أردس بيموتوا تمام وبيك خراصة المحاضرة ولا اي سؤال اي استفسار جازين باي وقت يعطيكم الف الف عافية